نادي الزمالك يا برنس انا مش عارف الي بيحصل لنادي الزمالك لما بيخسر انا مش عارف بيطلع كمية تصرحات وبيطلع كمية حاجات انا مش فاهمها يا برنس ولكن انت طبعا عارف يا برنس ان مرتضى منصور اول مما نادي الزمالك بيخسر كله بيقعد ماسك الترفيات يقعد يأعمل ريفرشي كعدن صفقة المرتضى منصور يشوف الرفع اباني هب بالقيد يا مرتضى منصور نزل بوث بيقولك ان بكرة بازن الله هيكون في اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك و لكن انا في استعرف هو مجلس إدارة نادي الزمالك ده مين انا معرفش غير في مجلس الادارة غير مرتضة منصور رحمد مرتضة و امير المرتضة امو屠اهم يعرفوا مجلس الزمالك ولكن lugarك 지고رة في اجتماع مجلس إدارة لنادي الزمالك عشان سي نقشو يابرينز بالانسحاب من الدور المصري و عدم الاستكمال بالسبب الجو انا مش عايف الجو دي ما مش فاهم كلمة الجو دي جنلتني يعني هل الجو في مصر بينطر طوب انا مش فاهم هنا ليه زمالك هنسحب من الدوري بسبب الاجواء انا مش فاهم يا برينس ولكن هنتكلف موضوع مهمة جدا جدا يا برينس ولكن هناخد من وقتك نص ثانيا يا برينس عاوز اقول لك يا برينس على خطتنا الفترة اللي جاية على القناة على اليوتيوب يا برينس هيكون يا برينس باذن الله باذن الله وان شاء الله يوميا يا برينس هيكون في فيديو الساعة 11 صباحا يا برينس اكتب عندك فورا كده تجيب وراء وقلم يا باشا تجيب وراء وقلم تكتب فيديو الساعة 11 صباحا وفيديو هيكون الساعة 9 مساء يوميا يا برينس هيكون في فيديو هنا على قناة يا برينس تخص اخبار الكرة المصرية وبس يا برينس يا ريت يعني تستنى الفيديو يا برينس يعني دلوقتي تنزل تشترك في القناة لو انت اوم مرة تشوفنا واهم حاجة يا شباب اهم حاجة لو انت لسه مش مفعل الجرز يا ريت يا اخواتي تنزلوا تفعلوا الجرز يا شباب عشان اصلكوا اشعار بقى اي فيديو جديد يعني انا طولت عليكم ولكن يا الله بينا نكمل يا برينس انا قلت بس افكرك ان انا هعمل فيديوين 11 صاحة 11 و 11 ساعة 9 بالليل 11 الصبح وتسعة بالليل ما ديساش بس عشان انا قلت افكرك بعد يزدك بينا بقى قال لك يا يا برينس حين ساحبه من الدوري بس انا باجى فكر يعني انا باجى فكر هل المشكلة في الادارة ولا المشكلة في اللاعبه ولا المشكلة في المدرب هو الايه اللي بيعفع في زمالك تيجي ببص تتفرج انت على الماتش تلاقي البروف اقفلك الجاكت جاستا واعد عندك عام كنو ما دي فعمش البروف والا بيدير الماتش ولا سامن نبيله والا بيدير الماتش ولا الادارة هي اللي بتعمل ولكن قصب بقى اللي نساء ومش انسحاب يعني بتهلي دي المرة كام يعني دي المرة كام كده يعني الناس تقول تنزلتوا لنا في التعليقات دي المرة كام اللي نسمع اني نادي الزمالك هينسحب من الدور المصري فانا مش عارف فالي دي المرة كام يعني مش عارف مم بتهلي المرة الالف ولا مش عارف كل سنة كل سنة حرفيا يا برنس بنسمع اني نادي الزمالك هينسحب من الدور المصري كل سنة ولكن نادي الزمالك المشكلة مش في كده المشكلة في الادارة يا شباب الادارة هي اللي لابست فتحو عبدالله يا جمعة في الحياة الادارة يا برينس هي اللي طلعت قالت ان كان فيه خناقة ما بين امام عشور وما بين زيزو كان لازم فيه موحي يمشي وحنا اللي جبنا الكلام ده من عندنا هو اللي قال هو اللي قال الادارة يا برينس هي اللي قالت ان البروف لازم يمشي الادارة هي اللي قالت يا برينس البروف لازم يجي الادارة يا برينس هي اللي فضلت تتأخر يا برنس ان هي ما تأيدش اللاعيبة وفضلت يعني تقابر وتنانمر والكلام ده كله يا برنس ان هي عاوزة تأيد اللاعبة من غير ما تيدفع المديونات واكتحد الكرة يا برنس بعت خطاب لنادي الزمالك في اتناشر وقال له لازم تيجي تعمل المديونات او تعمل لنا جدول للمديونات عشان تقدر تأيد لعبتك في يناير كل ده نادي الزمالك بيطنش فمين بقى اللي لبس الزمالك في الحيط ابتكلم كنادي زمالك ككيان لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك مين بقى اللي لبس نادي الزمالك في الحيط فيش غيره مفيش غيره يعني تيجي تبص كده او جيت بصت مفيش غيره هو اللي ملبس نادي الزمالك في الحيط هتيجي تبص لعنين شمال مفيش غيرها فلكن او لكن يا برنس ربنا يكون فعون جمهور نادي الزمالك ربنا يكون فعون جمهور نادي الزمالك حرفيا حرفيا النادي الزمالك في مشكلة كل مرة يطلعوا بقى انسحاب ومش انسحاب وليلة ومش ليلة ولكن يا برينس ربنا يكون نفعون في جمهور نادي الزمالك اخواتنا برضو حبابنا ربنا يكون نفعونك يا شباب ربنا يكون نفعونك بجد ولكن الموضوع التاني يا برينس اللي هنتكلم عليه شفت العزمة شفت العزمة قناة ريال مدريد قناة ريال مدريد حتى يا برينس قاعدين كده بقى في الاستوديو بقى قناة ريال مدريد ده بيلاق ايه ماشي قاعدين يا برينس بيكلموا على بخطورة الاهلي وزي يوقفوا اليد يانج وزي يوقفوا كهرباء ويشوفوا تدريبات الاهلي شف يا جماعة يا جماعة بتكسفونا والله بتكسفونا شوف كمية او حجم النادي الاهلي يا برينس عامل ازاي فانت بتتكلم في حاجة كبيرة بتتكلم اني النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا في حاجة مبهرة جدا تفهم قصدي مش اللي هو ايه ايه كلام وخلاص لا يا باشا ريال جمهور او قناة ريال مدريد قاعدة بتتكلم وليه لو الناس عاملت تتكلم الاهلي والاهلي يا رب نكسب ولكن برضو بالمناسبة اني فرقة ريال مدريد وصلت يا برينس الى المغرب فرقة ريال مدريد وصلت للمغرب وربنا يستور علينا وحاسس وربنا يا برينس حاسس وقلب حاسس يا برينس اني النادي الاهلي هيعمل مباراة تاريخية تاريخية امام نادي الريال مدريد في كاس اللي عاملت دي خليك فاكر اني النادي الاهلي ماذا هم 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 ولكن ربنا سهلنا الحال برضو ما ننساش ان فيه بقى ايه فيه ناس عتولة ده فيه فالفيردي فيه تونيكروس فيه مودريتش فيه في نيسيوس فيه يعني ليلة يعني فيه ليلة تانية ولكن ربنا يقدرنا يا برينس ان لما جيب لما جيب جيبت لكده يا برينس تاريخ تاريخ مواجهات الريال مدريد امام الاندية العربية في كاس العالم الاندية بصيت كده يا برينس للتاريخ واول مواجه جمع ما بين ريال مدريد وما بين فرع عربية كان النصر السعودي وريال مدريد قدر كسب بتالي ثلاثة واحد ماشي بعد كده المواجه التاني اللي ريال مدريد امام الرجاء المغربي الريال كسب ثلاثة اتنين بعد كده يا برينس ثلاث مواجه اللي ريال مدريد امام فرع عربية كان الجزيرة الاماراتي والريال كسب يا برينس اتنين واحد رابع مواجه يا برينس ريال مدريد امام فرع عربية كان العين الاماراتي والريال كسب اربعة واحد قاد ساعدة حسينش هاب بيلعب فدي المواجهة الخمسة للريال مدريد ضد الاندية العربية هل بقى هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يوقف سنسلة الانتصارات المتتالية للريال مدريد على الاندية العربية مش عارف هل بالنادي هيقدر ان هو يوقف في السنسلة دي دي اللي نفسينا دي اللي نفسينا حرفيا يا برنس ان ريال مادريد يعني يركن شوية واحنا نكمل يعني احنا عاوزين نكمل ياه نوصل للنهاية عاجد عنه ولكن وسن يا برنس يا غيرات نهاية الحلقة ما تنساش اللايك بتاعك المهم جدا جدا يا برنس ولانت اومور شوف نارية تنزل تشترك معنا في القناة واتفعه زر الجراز وما تنساش يوميا بازن الله وان شاء الله فيديو الساعة 11 صباحا وفيديو الساعة 9 مساء يا برنس ما تنساش اللايك بتاعك المهم جدا يا برنس ويه سلام